يقول الخبراء أن الإنسان يحتفظ في ذاكرته 10% مما يقرأ و20% مما يسمع و30% مما يرى و50% مما يسمع ويرى وتزداد النسبة إلى 70% مما يقول وتصل إلى 90% مما يقول ويفعل أيها الإخوة أيتها الأخوات في عندنا التمرين هنا مطروح للجميع عبارة عن أسئلة ما أريده من كل مستمع أو مستمع أن تجيب وأن يجيب بقوله صح أم خطأ صح أم خطأ السؤال الأول هناك قوة عجيبة من وراء كتابة الأهداف وتحديدها صح أم خطأ طبعا الكل بعد أن سمع هذا الشريط يتفق معي على أن هذه الجملة صحيحة هناك قوة عجيبة من وراء كتابة الأهداف وتحديدها السؤال التالي كتابة الأهداف تحفزك لتحقيقها صح أم خطأ كتابة الأهداف تحفزك لتحقيقها الإجابة صح كتابة الأهداف تحفزك لتحقيقها يعتبر حافز لتحقيق تلك الأهداف السؤال التالي استعمال الكلمات الحيوية في كتابة الأهداف يؤثر في تحقيقها ما في شك هذه الجملة صحيحة كلما كانت الكلمات حيوية التي تستعملها في كتابة أهدافك كلما أعانك ذلك على تحقيقها وإنجازها ثم السؤال الذي بعده كتابة ما تريد تحقيقها من أهداف أفضل من كتابة ما لا تريد تحقيقها من أهداف بمعنى تبدأ هدفك بجملة إيجابية أفضل بكثير من أن تبدأ هدفك بجملة سلبية مثال في فرق بين أن تقول أريد أن أكون ممتنعا عن التدخين وبين أن تقول لا أريد أن أكون مدخنا الجملة الأولى أقوى أريد أن أكون ممتنعا عن التدخين أولا جملة إيجابية ثانيا بدأت بالفعل والفعل فيه ما فيه من أكشن فيه ما فيه من مبادرة وانطلاقة أفضل من قولك لا أريد أن أكون مدخنا لأنها جملة سلبية ثم السؤال الذي بعده تقسيم الأهداف إلى أهداف ثابتة وأخرى متغيرة يعين على تحقيقها الأهداف الثابتة هي الأهداف التي تعوت على إنجازها من صلة رحم والاهتمام بالأسرة والأولاد وزيارة الوالدين وإعطاء كل ذي حق حقه تجاه الله سبحانه وتجاه نفسك هذه الأهداف الثابتة التي لا تتقير مع الزمن وهناك الأهداف المتغيرة هي الأهداف التي إذا أنجزت واحد منها تستبدله بهدف آخر وتنطلق نحو إنجاز أهداف أخرى تقسيم الأهداف بهذه الطريقة يعين الإنسان على تحقيقها صح مخطأ ما في شك أن هذه الجملة صحيحة ثم كتابة أهداف فيها تحدي للواقع وتحدي لقدراتك يعين على تحقيقها هذه الجملة كذلك صحيحة أهدافك ينبغي أن يكون فيها تحدي للواقع تكون واقعية لكن يكون فيها تحدي للواقع لا تكتب أهداف دون مستواك ودون قدراتك اكتب أهداف على قدر قدراتك بل وزد شيئا ما على هذه القدرات حتى يكون هناك في تحدي ويكون هناك في معايشة لهذا الجو الجو التحدي ومحاولة الوصول مستعملا ومفجرا لقدراتك هذه الجملة صحيحة كذلك ثم نقول كتابة هدف حول العادات التي ينبغي أن تتحلى بها على المدى القريب والعادات التي ينبغي أن تتحلى بها على المدى البعيد أمر في غاية الأهمية ما في شك أن هذه الجملة كذلك صحيحة ثم بعد ذلك نقول قراءة أهدافك يوما بعد يوم وتكرار قراءتها يعينك على أن تبقى محفزا ومتحمسا لتحقيقها ما في شك أن هذه الجملة كذلك صحيحة لأن حضور الهدف في الذهن أمر مهم جدا يعين على تحقيقه نقول بعد ذلك آخر جملة عندنا هنا إذا لم تكن قد كتبت أهدافك إلى الآن فأفضل عمل تقوم به الآن هو كتابة أهدافك ووضع خطة لتنفيذها صح أم خطأ ونقول نعم هذه الجملة صحيحة أيها الأخ أيتها الأخت إذا لم تكن وإذا لم تكن قد كتبتم أهدافكم إذا لم تكن قد كتبتم أهدافكم فأفضل عمل تقومون به الآن هو كتابة هذه الأهداف على ورقة